السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحييكم من قطر وبقدم لكم هذا الفيديو للتعريف بقناتي قناة مذكرات ممرد بداية أنا بعرفكم على نفسي محمد ناصر قاسم ممرد أردني خريج الجامعة الأردنية 2013 طبعا خريج تجسير عندي من الخبرة المطوضة حوالي 18 سنة في مجال التمريض بشتغل حاليا في دولة قطر وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة من الأردن وقطر والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية يمكن كثير منكم يعرفوا أنه في عندي صفحة على الفيسبوك بنفس الاسم ونفس اللوغو ونفس الصورة برضو اسمها مذكرات ممرد الصفحة هاي تم إنشاؤها في 15-9-2014 وعليها حاليا أكثر من 10 ألاف مشترك فبعد هذا النجاح والفضل لله سبحانه وتعالى ثم لمشاركاتكم فكرت أنه أنشئ هاي القناة عشان نتكلم في عدة مواضيع راح أشرح لكم إياها فيما يلي بالعادة الواحد بفتح قناة في إشي بحب يعمله أو بعرف يعمله يعني يا إما بتعمل قناة عن وظيفتك أو تخصصك أو العلم اللي أنت بارع فيه يا إما بتعمل قناة عن إشي أنت حابب تتعلمه أو حابب تتخصص فيه في ناس على اليوتيوب مثلا أطباء أو صيادلة أو مهندسين وفتحين قنوات عن كرة القدم في ناس باليوتيوب درسين هندسة مثلا أو محاسبة لكن كل المحتوى تبعه كيف تفتح قناة اليوتيوب وكيف تصور الفيديوهات وتنزلها وإلى آخره فإنت ممكن تعمل فيديوهات في تخصصك أو في موضوع معين أنت حابه أنا أكثر هواية بحبها القراءة لذلك عملت قناة في تخصصي اللي هي مذكرات ممرض وقناة ثانية عن المعلومات اسمها دنيا العجائب راح أترك لكم اللينك تبعها في الوصف القناة هذه أنشأتها لعدة أهداف أولا بدنا نتكلم عن المهنة بدنا نتكلم عن هموم المهنة وبدنا نتكلم عن اقتراح حلول لهاي الهموم بدنا نتكلم عن مقارنة بين هذه المهنة في بلادنا وبين هذه المهنة في دول الخليج في أمريكا في كندا في ألمانيا في استراليا في نيوزلندا في غيرها راح يكون في فيديوهات يستفيد منها طلاب التمريض والناس المتخرجين أو متعينين جديد وراح يكون في فيديوهات للناس غير المختصين أصلا توعية من بعض الأمراض أو أشياء زيها رح نتكلم في بعض الفيديوهات عن مكافحة الخرفات والأكاذيب الطبية رح نركز على مسألة كيف تصير ممرد ناجح في عملك ومحترف وبروفيشنال رح يكون فيه جانب للضحك والطرائف والنوادر في هذه الفيديوهات برضو لكن طرائف تخص المهنة أيضا رح نتكلم لكم عن تاريخ المهنة وكيف بدأ كل أنواع الممارسات اللي فيها طبعا الفيديوهات مقسمة عشان تستفيدوا إلى عدة قوائم تشغيل وإذا عجبك فيديو في موضوع معين تقدر تكمل قائمة التشغيل كلها لأنها بتكون على نفس التنسيق أول قائمة اسمها تاريخ التمريض رح نتكلم فيها عن تاريخ المهنة ونشأتها وكيف تطورت وكيف نشأ كل واحد من الممارسات التمريضية اللي احنا نستعملها كل يوم في بلايليست أو قائمة تشغيل اسمها توب 10 رح نتكلم فيها عن أكثر من موضوع وغالبا الموضوع رح يكون فيه شوية من الطرفة لكن على شكل نقاط رح تلاقي 10 أسباب لكذا وكذا 10 مميزات لكذا وكذا 7 سلبيات لكذا وكذا وهكذا في قائمة تشغيل اسمها مكافحة الخرافات الطبية رح نتكلم فيها عن فكرة معينة أو اعتقاد معين سائد عند بعض الناس ونحكي هل هو صح أو خطأ في قائمة اسمها نكة تمريضية رح نتكلم عن بعض المواضيع بجانب من الطرفة لكن فيما يخص التمريض والعلوم الصحية بالنسبة للناس اللي بيحبوا الحكم والقصص التحفيزية فيه رح يكون قائمة تشغيل اسمها قصة وفيها عبرة من كل قصة أو من كل حكمة أو قول مأثور بنطلع بعبرة نقدر نستعملها في حياتنا رح يكون في بعض الفيديوهات القصيرة نعرض فيها معلومة في أقل من دقيقة وهاي القائمة سميتها معلومة سريعة طبعا هذا كله حتى الآن إذا جد أي جديد ممكن ننضيف قوائم تشغيل ثانية مثلا لو سافرت على بلد ثاني رح أنزل لكم مثلا التمريض في ألمانيا التمريض في أمريكا ربنا يسر تعرفوا شو يصير معنا قبل إنشاء هاي القناة أنا حبيت إنه تكون مختلفة وأصريت إنه تكون مختلفة فيه على اليوتيوب قنوات كثيرة بتحكي عن التمريض لكن معظمهم بفتقروا لشيئين أولا الاستمرارية وثانيا الجدية أو الجودة في طرح المواضيع فيه كثير من قنوات التمريض بتفتح لها بتلاقيه لسه بعلمك كيف تركب الكانيولة أو الفولس أو الانجي تيوب هذا الإشي أنت أصلا تعلمته بالجامع أعطيني إشي زيادة في بعض القنوات بتلاقيها بس بعمل لقاءات مع الممرضين شو رأيك بالتمريض واحد بيقول كويس واحد بيقول عاد طب المطلق شو استفاد ولا إشي ممكن تعمل فيديو وفيديوهين من هالنوع لكن مش تكون كل قنواتك عبارة عن ريبرتاجات فأنا أصريت إنها تكون مختلفة أولا بنا نحكي شو الصح وشو الغلط وننصح الناس تعمل الصح ثانيا رح أكون فيه شوي جانب من الطرافة في الموضوع ثالثا رح نركز على بعض النقاط اللي مش الكل بنتبه لها أو الكل درسها زمان ونسيها لأنه ما بيبارسها كل يوم حاليا بما أنه القناة في بدايتها ولسه اليوتيوب ما أعطانا إحصائيات واضحة أنا بإذن الله عامل القناة بحيث أنه بنزل فيديو قصير أقل من دقيقة كل يوم أحد وفيديو طويل أكثر من دقيقة كل يوم أربعة أيضا في عندي صفحتي على الفيسبوك مذكرات ممرض فيها أكثر من 10 ألاف متابع رح أترك لكم اللينك تحت في وصف الفيديو بتنزل عليها مبدئيا الفيديوهات القصيرة وفيما بعد رح أصير أنشر الفيديوهات الطويلة موجودين برضو على التيك توك طبعا التيك توك ما بيسمح لك بأكثر من ثلاث دقائق فرح ننشر علي الفيديوهات القصيرة فقط فيديو قصير على تيك توك كل يوم أحد على الفيسبوك فيديو قصير كل اثنين وفيديو طويل كل يوم خميس في النهاية أهم نقطة رح أذكرها القناة منكم وإليكم رح تكبر فيكم أهم نقطة بالنسبة إليه التعليقات أنا ما بدي تعليقات من وعيد شكرا وبارك الله فيك ومرورك أروع وأحسد وكلامك صح لأ أنا بدي تعليق من ناحية النقطة الفلانية ما عجبتني النقطة الفلانية لو أنت قلت كذا أنت بتكلمت عن سلبيات كذا أعمل لنا الفيديو تجاي عن إيجابيات نفس الموضوع فأنا بدي اقتراحات وبدي نقاش وبدي مشاركة من الجميع فعالة وليس فقط مدح أو ذن بدون هدف رح أتركي لكم كل حساباتي على تيك توك وإنستجرام وفيسبوك في وصف الفيديو تحت وبنتمنى منكم الدعم والنشر على أوسع النطاق لايك لكل فيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك جديد أول بول سلام عليكم